مظهورات التدني الفني في الإعلام ما دمت قلت الإعلام هل له دور بشكل من الأشكال في هذا التدني الحاصل حالياً؟ نعم، هو الفن عموماً لا يمكن أن ينتشر إلا بواسطة الإعلام الإعلام هو الذي من خلاله يمكن للمتلقي أن يستقبل المادة الفنية سواء كانت أغنية أو مصرحية ولأنه دور الفن هو هذا هو أن يحفز وينشر التقافة والوعي ويحسس الناس بهمية المنتوج كيفما كان سواء كان فكرياً متى نقول أن هذا المنتوج له مؤشرات أو ملامح أنه رديء؟ نعم، متى يمكن أن نقول ذلك؟ هنا مشكل، هذا سؤال في الحقيقة عميق لأنه يجب أن لا نتسرع في الحكم وأن نعطي لأنفسنا هذه الصلاحية لإصدار الأحكام تماماً هناك من يعطي لنفسه هذه الصلاحية ويمسألة لأنها مرفوضة؟ أن تعطي قيمة هكذا لشيء ما جزافياً إنه متدني هكذا، هذا أمر قد يقوم به أي شخص كان مهم، موضوع له متخصص نعم، نعم، لأن هناك مقاييس مقاييس عندما نتحدث مثلاً عن المادة الفنية ما هي مكوناتها؟ مثلاً عن المستوى الأغنية هناك اللحن، هناك كذلك الصوت، وهناك الكلمات نعم، يعني الصوت من فرض أن يكون هناك نوع من انسجام خامة صوتية ومن انسجام تام بين الصوت وبين المقام الذي يغني وفقه هذا المغني الكلام يجب أن لا يكون بسيطاً مبتدلاً سطحياً ليس فيه أي إبداع وعندما نتحدث عن الإبداع نعم، عندما نتحدث عن الإبداع نعم نتحدث عن نوع من المجهود